موسيقى اتعامل مع بعض ان الناس تبقى رحيمة ببعض تخاف على بعض طبعا الناس ترحم بعض وتخاف على بعض كلمة الانسانية فمع الاسف طبعا دلوقتي قليل اوي لما تقابلي حد عنده حتة دي طبعا احنا الموضوع بقى في كتير ما بين الناس وبعدها مشاكل وقاش في رحمة لو لاحظتي هتلاقي ان الناس معظمها دلوقتي ده ما كانش موجود زمان على فكرة معظم دلوقتي خايفين من الحقد والحسد وكله بيتكلم عن الحسد تخشي على السوشيال ميديا الفيسبوك كله كاتب عن الحسد ده ما كانش موجود زمان فده نتيجة ان الناس فعلا مشعارها ناحية بعض مش حلوة مش كويسة ومش حلوة ولازم السلوك ده يتعدل طبعا صح طبعا طب فيه ناس بتزعل من بعض بدون وجه حق تلاقي زعلان كده ما عملتلوش حاجة بس تزعلين ما لوش حق في الزعل هقولك على حاجة لما تيجي تزعل من حد لازم تبيعارفة انت غلوتك عنده قد ايه قبل ما تزعل منه وحتة العشم يعني انا ما ينفعش شخص انا مش متعودة ان انا اتعامل معي او علاقتي بيه سطحية ان انا ازعل منه هو انا بالنسباله في حياته انا فين يعني حتى علاقة صداقة طب انا فين او صحوبية انا فين عنده فانهي منطقة عنده في حياته عشان اقرر ازعل من حد لازم ابقى عارفة انا فين عنده دلوقتي ممكن ان تكون يعارفة مثلا واحد صحبتك بقلك يومين تالت يوم زعل انا منك طب انت زعلتي ازاي يعني انت في بيننا ايه العشم ليه كده يعني العشم واخدنا قوي واحنا يعني علاقتنا ببعض مش كلوز قوي يعني ايوة مش احنا مش اصدقاء قوي فالزعل ايه نتيجته ايه طبعا العشم هو اللي بيخلي الناس والعشرة اما زعل يبقى ليه خاطر العشرة بقى ويبقى فيه عشم والوقت طبعا وفيه عتاب ففي الحالة دي ممكن ازعل لكن حد انا علاقتي بيه سطحية او علاقة شغل مثلا ما ينفعش ان انا يعني اخش في عشم جامد قوي مني لي وازعل لايه بقى بلوكات لا وانا اساسا علاقتي بيه سطحية فهو مش هيتفهم ان انا فيه عشم بقى وزعل هو مش هيتفهم ده مش فاهم طب ايه رأيك بقى فالتامس لخوك المسلم سبعين عزرا اللي الناس ما بتعملش بيها بستي حقولك على حاجة هي الناس مش ما بتعملش بيها هي السوشيال ميديا يعني اتدمرت القصة دي انا دلوقتي مثلا عندي شغل الواتساب بتاعي ممكن افتح اه في حد بعتلي حاجة بس انا ما عنديش وقت ارد عليه تلاقي الطرف الثاني زعل وتقامص وعمل بلوك على الفيسبوك شرحه فده نتيجة ان الناس يعني ما عنداش حتة تصرعوا في الحكم يعني تلاقي الواحد بيتصرع في حكمه على اللي قدامه على اللي قدامه الاول نعرف ظروف بعض ايه وبعد كده اقرر انا هعمل ايه رد الفعل بتاعي تفهماني ازاي اه اه يعني مثلا مثلا ايه اخد مثلا ايه ممكن عنده كذا طب يمكن عيان ايه وطبعا ما انا لازم اراي ظروف اللي قدامي عشان احكم عليه لا ما الناس دلوقتي فيه تصرع في الحكم فده ما ينفعش لان كل واحد عنده ظروفه طبعا لا الناس دلوقتي ممكن انا زعلان اصلاك ما اتصلتيش اصلاك ما سألتش تبقيت تعرف انا عندي ايه ممكن اكون في شوغل ممكن اكون تعبان فيه ظرف ما انا فيه فلازم الناس لازم الناس تقدر ان ممكن اكون مش فاضي عندي ظرف تعبان عندي ظروف في بيتي طب ايه رأيك بقى في موضوع ان الناس مثلا اللي ثقافتهم مختلفة اجتماعياتهم مختلفة هل ينفع يتعاملوا مع بعض ولا صعب التعامل لو الثقافات مختلفة فديك تكتسبيها خبرة مع الحيابة مع الوقت والتعامل مع البشر لان انت كل واحد مزبوط والله ايه وطبعا ان كل واحد طبعه حاجات عملية ومزبوطة جدا كل واحد طبعه مختلف عن التاني كل واحد مترب في بيئة مختلف عن التاني انت هتتعلميها اصلا هي مش هتدرسيها انت هتتعلميها من خلال واقع التعامل مع الناس اه الخبرة حياتي اه بالضبط اه مش كله صريح مش كله لأ طبعا ولازم تتعلمي ازاي تتعاملي مع القدامك دي مش هتخذيها في يوم ولات دي مع السنين بقى وخبرة التعامل مع الناس ومع احتكاج بقى الحياة العملية انا بس نفسي ان الناس بتعرف تتعامل مع بعضها اول حاجة بتكبيري الدماغ شوية يعني بيقفل بعض يعني على الوحد اهو الناس بصي مش موضوع الموضوع بقى صعب اهو مش تكبير دماغ هو لازم يكون فيه احترام طبعا ودي مهمة جدا في التعامل مع البشر حتى لو فيه صداقة يبقى فيه احترام علاقة زوجين يبقى فيه احترام علاقة شغل يبقى فيه احترام اخوات يبقى فيه بينهم احترام ده مضم لو فيه حالة صدرت من حد انكبرت مكنا شوية اجي احنا بقى حتة نيجي على نفسنا دي انا زي ما قلتلك العشم ده ان انا اجي على نفسي واللي قدام يجي على نفسه شوية وكل واحد يعني عشان الدنيا تمشي حسب بقى مدى غلوتك عند اللي قدامك انت فياني منفقة في حياتي بالذات في الشغل يعني ممكن تبقى حد في الشغل مش مكبر دماغه الدنيا تقرب في الشغل اموره مش ماشية كويس عشان الناس مش من رياح نفسها والله مش مكبرت مخها طيب بالنسبة بقى الجواز الجواز بقى لو اجتماعيات مختلفة مستوى الاجتماعي مختلف مستوى الاجتماعي الفروق الاجتماعية ده بيأثر فيه ما بعد عايزة عارف بقى تفصيلة الحكاية اه طبعا طبعا ودي حاجة مورمة جدا اختيار شريك الحياة دي صعبة جدا اولا اختيار شريك الحياة ما فيش حاجة اسمها انا عندي شروط للطرفين ولا الراجل يحط شروط لاختيار شريكة حياته ولا البنت المقبلة على الجواز انها تحط شروط لان البداية شيء والواقع اللي احنا بندخل فيه البدايات حلو البدايات جميلة المهم بقى الواقع اللي احنا دخلنا فيه فحتة الفروق الاجتماعية دي بتبقى مهمة جدا يعني ماينفعش مثلا انت تبقي ستة بتشتغلي وبتنزلي كل يوم من الساعة 7 الصبح عندك شغل بتخش بيتك الساعة 5 وهو خلاص تتعرف عليك وعارف طبيعة شغلك يوم وافق يجي بعدك يعودي من الشغل يعودي من الشغل انا اهلي مثلا مامتي ما كانتش بتشتغل لا معلش انت من البداية متعرف علي وعارف ان انا بشتغل وعارف ان انا من 7 الصبح لحد الساعة 5 فدي مهمة جدا يعني ما عندوش حتة الثقافة بتاعت ان الستة بتشتغل او مثلا واحدة بعد الجواز اكتشفت ان جوزها مدخن شرح فبتيجي بتتفاجئ بحاجة زي كده فاهماني ازاي فكل واحد بقى حسب ثقافته وبقته اللي تربى فيها المستوى التربية ومستوى البيئة دي بتبقى مهمة جدا فلازم نراعي ده في الاختيار لكن ما نحط الشروط احنا نراعي اختيار المستوى الاجتماع ان انت مفروض ما تربية في بيت ساوي مثلا مع ام وقب لما تيجي تختاري تختاري حد زيك طبعا عشان ما تجيش تتفاجئ ايه بعد كده ان واحد هو ما تكملش ونوصل لتشرد اطفال هو ما ترباش في بيئة زي كده فانت منتظرة منه ايه بعد الجواز صح والعكس صحيح والعكس صحيح مش جوازوا فستانوا وفرحوا الموضوع لان بيبقى فيه ضحايا للقصة دي بعد كده كله ضحايا يعني هو كله الكبار والصغيرين والبلد وكل حاجة طيب النهاردة بقى انا عايز اعرف منك نصيحة للمشاهدين اتعاملوا ازاي مع بعض والناس اتعامل ازاي مع بعض نصيحة النهاردة ليه لازم الناس تبقى رحيمة ببعض لازم حتة الاحساس بالغير والانسانية دي مهمة جدا نحن لازم نحس ببعض شوية نراعي مشاعر بعض في الكلام ما نجرحش ببعض نساعد بعض نقدر بعض ونساعد بعض اللي محتاج حاجة يا وقدر عملها نعملها طبعا واهم حاجة بقى فوق كل ده الحب ان الناس تحب بعض دي بقى المهمة جدا واهم حاجة يعني فيه الناس بتحب النم والنميمة والموضوع ده بقى لا ابوستي النم والنميمة ده موجود ومش هيتغير وعايز حلقة لوحده بس انت بتقوليلي ازاي نفس تعمل مع بعض اهم حاجة الرحمة والمواد ده والحب والاحساس بالغير وان احنا نقدر بعض دي مهمة جدا واللي قدر يساعد حد يساعده اه طبعا بدون اي مقابل طبعا ما قادر اعمل ده بالضبط كده طبعا انا بشكرك على النصيحة الجميلة دي وعلى الحاجات اللي فتنا بيها النهاردة وفت طبعا كل المشاهدين عزيز المشاهدين يعني في نهاية حلقتنا بشكركم على متابعيكو بالنمج عناشة صح تقديم رانيا حسني استنوني في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة